موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من آخر طبع ضيفنا اليوم الصحفي والكاتب السياسي اللبناني حسن شلح أهلا وسهلا فيك سيد حسن جارج عبدالله من جديد هو الحدث تواطئ أمريكي فرنسي خطفه هكذا عنونة السفير بالخط العريض على أعلى صفحتها الأولى الذكرى الثانية لثورة تونسية سوريا وأزمتها عنوين أيضا تصدرت الصفحات الأولى من طبعة اليوم لكن قبل أن نبدأ مع تفاصيل هذه العنوين سيد حسن أكيد حضرتك طلعت على الصحف اليوم ما هو البارز في العنوين لديك؟ لبنانيا في قضية جرج عبدالله طبعا كمناضل وكربناني مظلوم مظلوم من فرنسا ومظلوم من دولته 28 سنة لم نسمع صوت وكذلك قانون انتخابات لبنان إذن أستاذ حسن هذه التفاصيل سنتطرق إليها أكثر لكن تفاصيل عنوين الصحف العربية معهبة الله بطار أهلا بكم جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف نبدأها مع صحيفة القدس العربي التي عنونت السعودية مئة رجل دينا يطالبون بالإفراج عن المعتقلين ويحذرون من ازدياد المظاهرات دبابات فرنسية تعبر إلى مالي والجزائر تغلق حدودها والإسلاميون يشنون هجوما مضادا ويهددون بضرب فرنسا هتافات ضد ومع النهضة ومطالب برحيل النظام في ذكرى الثورة التروسية مصر إسلاميون تظاهرون احتجاجا على حكم بغلق قناة الحافظ السلفية إلى لبنان وصحيفة السفير طواطؤ أمريكي فرنسي يخطف جورج عبدالله شركة قلق روسية أمريكية ودمشق واثقة من ترشح الأسد للرئاسة الإخوان ونظام مبارك المصالحة تجوز مقابل المال انتخابات إسرائيل بنتائج معروفة نتنياهو رئيسا بتحالف يميني نبقى في لبنان وإلى صحيفة النهار الأرتودكسي كسب جولة ولم يربح المعركة رحلة البحث عن التوافق تعود إلى البدايات 57 دولة طلبت إحالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدات تدرس إرسال قوة سلام واجتماع للخمسة الكبار إسلامي مالي يتقدمون نحو بمكو رغم الغارات ويتوعدون فرنسا بجحيم أخطر من العراق وأفغانستان من لبنان إلى سوريا وصحفة الوطن موسكو وبكين المرجعية الوحيدة لتسوية الأزمة تفاهمات جنيف الجيش يستدرج المسلحين إلى كمائنا بمطاراته ويدك أوكارهم بريف دمشق وطيبة الإمام بحمى جدار عنصر إسرائيلي جديد لكن في الجولان المحتل إلى صحيفة الشرق الأوسط البنتاجون إيران توسع استخباراتها في الشرق الأوسط مصالحات المالية في مصر مع رموز النظام السابق الحرب في مالي تقترب من بمكو والنيتو باريس لم تطلب مساعدتنا إلى مصر وصحيفة الجمهورية ميادين مصر في انتظار وزير الداخلية واستعدادا للفرار الأسد يقيم مع أسرته في سفينة حربية ننتقل إلى الجزائر وصحيفة الخبر الجزائر تغلق حدودها مع مالي القاعدة تهدد بضرب عمق فرنسا وتتواعد بتكرار سيناريو أفغانستان الختام من الأردن وصحيفة الدستور السفير العراقي فتحوا الحدود مع الأردن خلال 48 ساعة ومقدر 21 طفلا بقصف طيران الأسد جولة اليوم على أبرز عنوين الصحف انتهت ونعود إلى دينا لمتابعة آخر طبعة شكرا لك هبا يعني أستاذ حسن هذه عنوين الصحف اليوم العنوان الأبرز الذي ربما يشد الانتباه ويسترعي الانتباه ما هو في عنوانين رئيسيين في قضية المنادل جورج عبد الله كما تكرت سابقا وهو لبناني من الشباب الذين أخذهم الحماس السوري في فترة الستينات والسبعينات نعم ولشك هو كان صادق في توجهاته ليس عميلا وليس إرهابيا وإنما نخرط كمجموعة ضمن أطار مجموعات من الشباب كانت تحلم بالتغيير كانت تحلم بمواجهة الأمباريلي الأمريكية كانت تحلم بالاستقلال أيضا عن الغرب هذا الإنسان ظلم من القضاء الفرنسي لأن فرنسا خاضعة أوروبا كلها ومن ضمنها فرنسا خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية وتوجهاتها السياسية ووجدنا بالأمس كيف تدخلت أمريكا وثم أوقفت الإفراج عن جورج عبد الله كذلك ظلم من حكومات حكومات اللبنانية لكلها المتعاقبة ومن دولته فهو مهما يكن توجهاته خلافا لأي حكومة أو لجميع الحكومات ولكن كلبناني من حقه على دولته أن ترعاه مهما يكن صفته مهما يكن العمل الذي قام به من حقه على دولته أن تطالب به أن تطالب بحريته أن تطالب العافو عنه أن تطالب أن يكون معاملة معاملة لائقة للأسف الحكومات اللبنانية جميعها منذ 30 عاما لم نجدها قد اهتمت بأحد أبنائها طيب ذكرت أن هناك ملف آخر أيضا ملف الآخر هو قضية الضجة الكبيرة الدائرة عندنا في لبنان وهو قضية حول الإصدار قانون جديد للانتخابات النيابية وأبرزها كانت اجتماعات اللجنة الفرعية التي اجتمعت خلال الأسبوع المصرم وتوصلت إلى عدد من التوافقات الأولية ومن ثم ستستكمل عملها اليوم وغدا بعدما استعرضت جميع المشاريع القوانين المقدمة والتي كانت أبرزها المشروع المقدم من اللقاء الأسوزوكسي الذي يدور خلاف شديد حوله ومن ثم ستستكمل عملها من أجل إيجاد قواسم مشتركة بين كل مكونات اللجنة سيد حسن على كل حال موضوع قانون الانتخاب اللبناني هو موضوع ضمن مواضيع الحدث اليوم لكن قبل هناك حديث يجري اليوم داخل الأروقة السياسية اللبنانية عن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية اللبنانية هل من الممكن تأجيل الانتخابات النيابية اللبنانية برأيك؟ هل ستؤجل هذه الانتخابات؟ أولا على القوى السياسية والنيابية أن تصدر قانون جديد للانتخابات يبدو أن الجميع رافض للقانون 1960 الذي جرت الانتخابات وفقا لقواعده في دورة 2009 فإذا لم يتم التوافق على إصدار قانون جديد للانتخابات وإذا بقي الإصرار على عدم تعديل قانون الستين وعدم القبول به سواء معدلا أو غير معدل يبقى إذا وصلت القوى السياسية إلى حق مزدود يبقى التأجيل لأشهر هو المطروح أنه تأجيل مجلس النواب لأشهر وأن يكون أغلب القوى السياسية ترفض تأجيل الانتخابات وترفض تنديد لمجلس النواب وهذا رأي رئيس مجلس النواب نعم رئيس مجلس النواب نبيه برل اليوم على كل حال يقول بأن تأجيل الانتخابات سيجر ولو لفترة قصيرة سيجر هذا التأجيل لفترة أطول أستاذ حسن هذا الموضوع أيضا موضوع أخرى سنتحدث عنها في هذا التقرير حول الحدث العربي فقانون انتخابات لبناني مشاهدين كما ذكرنا والجدل حوله المحادثات بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية هي مواضيع الحدث اليوم إليكم تفاصيل الشرق الأوسط السعودية تركيا متفائلة بعودة محادثات السلام كشفت مصادر تركية للصحيفة أن محادثات جديدة أجريت بين رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدال وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان في سجنه بعد اغتيال الناشطات الكرديات في باريس المصادر أشارت إلى أن هذه المحادثات أعادت الآمالة بإحياء محادثات السلام التي كانت تجري قبل الاغتيال المعلومات قالت إن اجتماعا عقد أمس بين رئيس الوزراء رجب طيب أردغان وفدال الذي وضعه خلالها في أجواء المحادثات الجديدة التي أعقبها تفاؤل تركي بمعاودة العمل في مسار السلام الذي يتعرض لانتكاسات بين الوقت والآخر الحياة السعودية الكتائب والقوات لا نناور بدعم الأرتدوكسية توصلت قيادات في الرابع عشر من أذار إلى قناعة بأن حزبي الكتائب والقوات اللبنانية اتخذ قرارا عن قناعة بعدم التراجع عن تأييدهما مشروع اللقاء الأرتدوكسي مصادر مقربة من هذه القيادات المعترضة على الأرتدوكسي كشفت للصحيفة أن المشاورات التي أجريت في اليومين الماضيين بين قيادتي الحزبين وبين حلفائهما أفضت إلى أن رئيسي حزب الكتائب أمين جميل والقوات سمير جعجع يصران على الدفاع عنه ويتعاملان معه على أنه تعبير عن قناعتهما ولفتت المصادر إلى أن النواب المستقلين كانوا يعتقدون أن تأييدهما هذا المشروع يهدف إلى قطع الطريق على العماد مشالعون للمزايدة عليهما في الشارع المسيحي العرب اليوم الأردنية سعود قبيلات والي السوريين التركي عينت الحكومة التركية حكما إداريا خاصا مربوطا برئيسها سمته والي السوريين وفي التسمية صلف واضح لكن الصلف والغطرسة لا أساس وقعيا يسندهما لذلك لا يمكن فهمهما إلا على أنهما محاولة لستر حالة الضعف والمشاكل التي أصبحت تعاني منها تركيا بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الخطأ تركيا اليوم ليست في حالة تؤهلها لوضع أطماعها قيد التنفيذ فهي انتقلت من حالة تصفير المشاكل مع جيرانها إلى حالة تحشيد الخصوم والأعداء ضدها من المؤكد أن تركيا ستحتاج إلى جهود كبيرة بعد أردغان لمعالجة آثار سياساته السلبية المتطرفة في السنتين الأخيرتين كنا نتحدث عن قانون الانتخاب اللبناني البعض يرى في قانون لقاء الأرثوذكسي يعني هو ترسيخ للانقسام داخل لبنان كيف ينظر إليه وما هي حقيقة هذا القانون يعني أولا مشروع المقدم من اللقاء الأرثوذكسي هو صياغة نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي وطبعا هو توصل هذه الحالة لعملين رئيسيين كما أعتقد وأنا أعرفه عن قرب إليل فرزلي بعدما لم يتوفق في الانتخابات النيابية في دائرته في البقاع الغربي لأكثر من دورتين ومن ثم جاء عامل آخر وهو قضية ما يحدث في المنطقة العربية من تداعيات للربية العربي من خشية الأقليات من الأكثرية من بروس ظاهرة قلة العدد المسيحيين في لبنان ومن ثم هناك عدد من النواب المسيحيين ينتخبوا بأصوات المسلمين كل هذه شجعت أن إبريل فرزلي يقدم باسم اللقاء أو لللقاء الأرثوزيكسي هذا المشروع الذي يقضي بانتخاب كل مذهب وليس كل طائفة فقط كل مذهب لنوابه ومما جعل هذا المشروع يأتي باتجاه معاكس لجميع التوجهات اللبنانيين السابقة صراحة اللقاء الأرثوزيكسي في الشارع المسيحي دفع كافة القوى السياسية إلى حفلة كبيرة من المزايدات واللعب على مشاعر المواطن العادي مشروع اللقاء الأرثوزيكسي يعيد الحياة السياسية اللبنانية إلى أكثر من مائة عام لبنان من المعروف بأنه سبق غيره وسبق كل ما يقال عن الربيع العربي في الحياة السياسية وتقدمها والحياة الديمقراطية والانتخابات لبنان كان البلد الوحيد التي تجرى فيه انتخابات وإن يكون مشوهة بس يكون تجرى فيه انتخابات البلد الوحيد الذي كان به رئي جمهورية سابق وإذ بنا اليوم في زمن الربيع العربي وتطلعات الشعوب الأخرى إلى التقدم وإلى تطوير حياتها السياسية وحرياتها إذ بنا نحن نركض وراء مشروع باتجاه معاكس لكل هذه التوجهات لبنانيين كانوا يأملون بعصرنا قانون الانتخابات وتحديسه وإلغاء الطعفية السياسية وإذ بنا اليوم نسير باتجاه معاكس سيد حسن لنقفل هذا الموضوع ننتقل إلى نقطة أخرى أليل فرزلي اليوم كنت تتحدث عن رئيس أليل فرزلي يقول اليوم في صحيفة السفير أن وظيفة هذا القانون هذا القانون ذو وظيفتين الأولى حشر المعارضة في زاوية البحث عن بديل يرضي جميع الأطراف بدل قتل الوقت في المحاولة لإبقاء على قانون الستين أما البظيفة الثانية فهي إحراج القوى المسيحية في قوى الرابع عشر من أذار أمام جمهورها لفشلها في الحصول على تأييد حلفائها لها لكنه يقول أيضا أنه من المنتظر الحل بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو يصفه بالطباخ الكبير يعني هو طباخ حل قانون انتخابات كيف؟ يعني أولا ما يقوله اليوم إليل فرزلي هو شيء من التراجع بعدما لمس بأن هذا المشروع وإن يكون ساير به البعض ولكن حتى الذين سايروا ميشيل عون وسايروا الجو المسيحي بغالبيته لا أعتقد سيسيرون به ومن ضمنهم الرئيس نبيه بري وهو المرجع النهائي لطبخ قانون جديد يرضي كافة المكونات هناك ظاهرة فيما يخص مشروع اللقاء الأرسوليخسي بأن مكونات الشعب اللبناني ليست متفق حوله فهناك تيار المستقبل أو عموم السنة وولي جمبلات وعموم الدروز وجزء من المسيحيين وجزء من الشيعة فلا يوجد توافق حول هذا القانون لأن كما ذكرت كافة اللبنانيين كانوا يأملون بتحديث وعصر عن قانون الانتخابات لا يرجعه بصورة متخلفة إلى أكثر من مئة عام على كل حال رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول اليوم بأن هذا القانون هو الأقرب للدستور والأقرب للطائف ما هي المتغيرات التي ستحدث هذا الحال بيد السياسيين اللبنانيين لو سمحت في هذا الاتجاه مشروع اللقاء الأرسوليخسي أي كل طائفة تنتخب نوابها يضرب الحياة السياسية في الصميم والمواطنة في الصميم يعني يلغي المواطنة اللبنانية يلغي الحياة المشتركة مخالف للدستور لأن النائب في الدستور اللبناني يمثل الأمة جمعاء بهذه الزعب النص كما أن الميثاق الوطني لهو اتفاق الطائف ومقدمة الدستور ينص على الحياة المشتركة والمساواة بين اللبنانيين هذا المخالف حائية للدستور يضرب روح الدستور والطائف طبعا فلننتقل إلى النقطة الأخرى الحوار بين حزب العمال الكردساني والحكومة التركية ومقتل النشطات الكرديات في فرنسا يعني من هو الذي يعطل هذا الحوار اليوم؟ يعني أولا لفت الانتباه بأنه بعد اعتقال أجلان لأكثر من 15 عاما في السجون التركية بأنه بهذه المرحلة بدأت سلطات تركية تسهل أمور التواصل معه لتفتح الحوار معه وكلفت بعض الأشخاص للتواصل واللقاء به وهذه ظاهرة وأعلنت الحكومة التركية أيضا عن رغبتها في إحلال السلام في تركيا أعتقد هذا ما يحدث في تركيا حاليا ليس ببعيد عن الوضع الداخلي التركي لأن المكون الكردي مكون كبير داخل تركيا وممكن يزعج الحكومة التركية هذا إضافة بأن ما يجري حول تركيا من أحداث أمنية وخاصة في سوريا ليس بالأمر السهل بالنسبة للحكومة التركية في الحكومة التركية تريد أن تجعل من الساحة الداخلية ساحة مريحة لتتفرغ لدور إقليمي مريح خاصة بأن الحكومة التركية تدرك بأن تطورات الأحداث في سوريا لا أحد يعلم إلى أي صورة يمكن أن ترسوطنيها اليوم هناك من يتهم الحكومة التركية بأنها هي من تعطي المفاعل هذا الحوار خصوصا بعد وصف أردغان لناشطات الكرديات الثلاث الألواتي قتلنا في فرنسا بالإرهابيات سيدتي أساسا المكون التركي في السلطة يصف كل حزب العمال الكردي بالإرهابيين أساسا لأنه في صراع مسلح قائم وصورة مسلحة قديمة بين الحزب العمال الكردي وبين الحكومة التركية فهذا ليس بالوصف الجديد أما قضية الكرديات الثلاثة التي قتلنا في فرنسا قضية ما زالت غامضة والأتهمات متبادل ما بين الحكومة والحزب العمال الكردي ولكن ما يمكن أن نواحظه في المرحلة المقبلة من تطورات في الشأن التركي هو فيما لو تحسنت الاتصالات مع أجلان فيما يخص المفاوضات من أجل تسوية سياسية فيما خاص الموضوع الثالث وهو تعيين والي تركي للسوريين تقول صحيفة العرب اليوم الأردنية أن هذا التعيين جاء لستر حالة الضعف والمشاكل التي أصبح تعاني منها تركيا بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الخطأ إقليميا طبعا كيف تقول أولا فيما يخص تعيين هذا اللي سميه والي أعتقد يأتي بسبب العدد الكبير من السوريين النازحين إلى تركيا هذا من جهة ومن جهة ثانية هي يبدو أن الحكومة التركية ترغب بإيجاد قناة التواصل دائمة مع مكونات الانتفاضة السورية لأنها لأن تركيا هي البوابة الأساسية المشرعة لهؤلاء لكن في التسمية هو والي اللاجئين السوريين في تركيا والأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الجيش الحر يعني لا أعتقد بأن مكونات الانتفاضة أو الثورة في سوريا يقبلون بأن يكون عليهم والي تركي لا أعتقد أننا سنعود إلى أيام الدولة العثمانية المجلس الوطني رحب بهذا الموضوع المجلس الوطني رحب بهذا التعيين أعتقد أي ترحيب من مكونات الانتفاضة في سوريا يكون لقناة التواصل مع تركيا لتسهيل أمورهم فيما يخص الدخول والخروج والإمكانيات والإمدادات وغيرها أما كسلطة على الأراضي السورية لا أعتقد بأن أي من المكونات السورية يرضى بأن تكون مصنونات كسلطة على تركيا البعض رأى في هذا الموضوع ربما هو نوع من الاعتداء على السيادة السورية كيف تنظر إلى هذا؟ فيما لو كان هذا الوالي يعين كسلطة وكحاكم لشمال سوريا أعتقد هذا اعتداء واضح هو عمليان على الأرض كذلك هو عمليان كذلك مرفوض بالمطلق ولكن أنا أعتقد بأن صورة سلطاته وصلاحياته ودوره ما زاد في طور التحليل وأرجح بأنه لن يتعدى قضية التنسيق بعض المقونات لماذا هذا الغموض والتأخير في إعلان دوره بشكل واضح؟ خبر التعيين ما زال حديث ساعات أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام فأعتقد الأيام المقبلة سوف أوضح صورة سلطاته وأجزم بأن لا يمكن لأي من الشعب السوري بجميع مكوناته أن يرضى بسلطة أخرى على الأراضي السورية ونحن أيضا نحن عرب ونحن قومين عرب لا نرفض أي سلطة أخرى أو أعتداء آخر على سوريا أستاذ حسن نفصل نعود بعدها إلى متابعة هذه الحلقة إذا المشاهدين ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين نعود الترحيب بضيفنا في الستوديو الصحفي والكاتب السياسي اللبناني الأستاذ حسن شرحال سهلا فيك مرحبا الصحافة التونسية كيف تحدثت عن الذكرى الثانية للثورة لنتابع في هذا التقرير أهلا بكم الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة كانت الحدث الأبرز الذي استقطب اهتمام الصحف التونسية الصادرة الصباح اليوم جولتنا نستهلها بصحيفة الصريح التي كتبت تحت عنوان عاماني على الثورة انقسامات حتى في الاحتفالات الصحيفة كتبت أن الآراء تباينت حول ما حققته الثورة توري تونس والتونسيين بين مصر على الاحتفال بهذا المنجز التاريخي وبين متشائم بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تردد فيها البلاد ولكن هذا التباين لم يمنع التونسيين من الخروج إلى الشارع للاحتفال ولكن الانقسامات السياسية ظلت حاضرة حتى في الاحتفالات من صحيفة الصريح نمضي إلى تصفح جريدة المغرب صحيفة المغرب كتبت تحت عنوان المعارضة تنجح في امتحان التعبئة الجماهيرية المسيرة الشعبية التي نظمتها أحزاب المعارضة أمس شكلت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الرابع عشر من جنوذي مناسبة هامة أكدت من خلالها قدرتها على التعبئة وحضورها الفعلي على المستوى الميداني صحيفة المغرب اعتبرت أن الشعارات التي رفعت في المسيرات التي خرجت أمس بعثت برسائل سياسية إلى الترويك الحاكمة من المغرب نتصفح الآن صحيفة الصحافة التي كتبت احتفالية الوحدة الوطنية في الذكرى الثانية للثورة تونس فوق كل الرايات الصحافة اعتبرت أن مظاهر الاحتفال في شارع بورجيبة لم تكن غريبة بقدر ما كانت متنوعة في تشكيلة تعكس تماما فسي فساء المشهد السياسي المتنوعة الذي ازداد فراء خلال عامين فقط وأصبح يزخر بكل أنواع الطيف الفكري والطيارات السياسية الساحة السياسية في تونس حسب الصحافة أصبحت ساحة مفتوحة لكل التعبيرات التي وجدت في الانفتاح الإعلامي وسلاسة انتقال المعلومة وتطور الاتصال منفذا هاما لطرح وتداول كل الأفكار والسياسات والمبادرات صحيفة التونسية صلتت الأضواء على الاحتفالات التي وقيمت بساحة محمد علي أمام مقار الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد أن محاولات تقزيم الاتحاد لن تثنيه عن تحصين الثورة وموقف الاتحاد رهين لجنة البحث والتقصي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أكد أن من واجب الحكومة تنبه من ظاهرة غلاء الأسعار إلى درجة باتت تهدد بصفة جدية المخدورة الشرائية والتوازنات الاجتماعية شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء قادم شكرا لك عمد أستاذ حسن يعني البعض رأى في الاحتفالات بذكرى ثانية للثورة التونسية انقسامات والبعض رأى فيها تجسيدا الوحدة الوطنية هل كانت جسدت هذه الاحتفالات الانقسامات أم الوحدة الوطنية يعني أولا من المؤسف أن نشاهد وكما تبعنا بالأمس هذا الانقسام في تونس في احتفالات في ذكرى ثورة ناجحة أيدها كل الشعب التونسي رفضا للنظام السابق ولكن هناك ملاحظة لحظناها بدول الربيع العربي وهي بالذات في مصر وتونس وإلى حد ما أيضا في ليبيا نعم على الجميع أن يدرك بأن الثورة نقلت هذه الدول ونقلت شعوب هذه الدول من مرحلة إلى أخرى هناك حريات إعلامية يجب أن تسود هناك مشاركة يجب أن تتأكد لأن هذه الشعوب هذه الدول فيها تعددية سياسية وبعدها فيها تعدد طائفي بس هي التعددية السياسية الأهم لأن الطائفية ممكن أن تختفي نوعا ما بداخل التعددية السياسية فالملاحظة الأساسية بأن التيارات الإسلامية وهي التيارات المنظمة والأكثر تنظيما في هذه الدول تسعى إلى محاولة إقصاء الآخرين وهذا ما ولد إشكالات في مصر وإشكالات في تونس وإشكالات حتى في ليبيا أيضا فالتيارات الإسلامية عليها أن تدرك بأن سياسة الإقصاء لا يمكن أن تنجح نعم هل نحن نرى بعد 11 عاما في العراق من إزاحة حكم صدامة حسين هناك سياسة يعني مش ظابطة لأن في مكون يطرد مكون يقصي مكون في مصر في مكون يقصي مكون آخر بتونس في مكون يقصي مكون آخر التهارات الإسلامية عليها أن تدرك بأن هذه الشعوب انتقلت هذه الشعوب التي كانت تصمت وتراقب وتخشم وبطش هذه الأنظمة نعم باتت تدرك بعد السورة وتضحياتها بأنها حققت شيء وهو التعبير السياسي والتعددية السياسية لذلك المشاركة في السلطة وعدم السياسة ورفض سياسة الإقصاء وإلغائها من القموص السياسي في تونس هو ما يجب أن يقدم هذا إضافة في هذه الاحتفالات نجد احتجاجات أيضا على قمع وسائل الإعلام هناك فيه شيء يعني بن علي خلاص انتهى ولكن فيه ثورة جديدة يجب أن تفسح للتعبيرات مهما تكون لونها وشكلها أستاذ حسن أحد العناوين قال أن المعارضة تنجح في امتحان التعبئة الجماهرية هل نجحت أمس المعارضة بالفعل في امتحان التعبئة الجماهرية في تونس لا شك بأن أنا أعتقد ولدي رؤية سابقة بأن كل الأنظمة التي نشبت فيها ثورات عربية فيما يسمي الربيع العربي الأنظمة هي التي صنعت هذه السورة الأنظمة عندما انتشر سمحت الفساد أن ينتشر وعندما قمعت الحريات وعندما انتشرت البطالة والفساد أيضا ولا يوجد أي أصلاح لا سياسي ولا اقتصادي ثارت الناس أن يكون السلطة حاليا في تونس وجدنا المعارضة تشتكي من الفساد تشتكي من عدم الإصلاح السياسي تشتكي من عدم المشاركة تشتكي من عدم الإصلاح الاقتصادي أيضا والبطالة فلذلك المعارضة نجحت في تنزل إلى الشارع هذه المواضيع تحدث عنها اليوم الكاتب معز زيود في صحيفة المغرب التونسية سنتابع إذن مع الكاتب معز زيود افتتاحية في جريدة المغرب التونسية اليومية والتي جاءت تحت عنوان الشعب لم يفرح بعد الكاتب رأى أن التهاني التي يتبادلها التونسيون وخاصة السياسيين منهم لا تعكس ضرورة فرح الشعب التونسي بالذكرى الثانية للثورة لأن أحوال التونسيين ساءت بعد الثورة وهذا ما كنت تحدث عنه استاذ حسان واستشرى الفساد بعد فشل السلطة الحاكمة الجديدة في تحقيق الأمال والتطلعات لنتابع ماذا يقول صحفي مع الزيود في مقالته خصصت افتتاحية جريد المغرب اليومية المستقلة اليوم للحديث عن الذكرى الثانية لسقوط نظام بن علي والحقيقة منذ خروجي من البيت بالأمس صباحا لاحظت أن الوجوه عابسة واجمة بدى لي أنه ليس بيوم فرح وليس بعيد عيد الثورة مثل ما نتصور كلنا بقدر ما هو يوم لقراءة الدروس مما حدث سابقا لأنه للأسف الشديد لم يعش التونسيون إلى حد اليوم يوم فرح بثورتهم السلمية العارمة على خلاف مثلا إخوانهم في مصر الذين احتفلوا بسقوط نظام مبارك ديكتاتوري ولكن إلى اليوم بعد أن تلاحقت الأحداث المتوترة وبعد أن تعمق الاحتقان الاجتماعي وتجذبات السياسية واستشراء العنف بأوجهه المختلفة أصبح التونسيون يتوجسون ولم تبدو هناك مظاهر فرح لذلك تحدثت عن غياب هذه الشحنة العاطفية الضرورية الضرورية للمجتمع التونسي ليمر إلى المرحلة اللاحتة طيب أستاذ حسن هذا الموضوع كنت تتحدث عنه قبل هذه عرض هذه المقابلة لكن السؤال هل ترى أن هذه الثورات أجهضت في مهدها وما هو السبب؟ أنا لا أعتقد أن هذه الثورات أجهضت ولكن هذه الثورات توضع أمامها سدود لعدم نجاحها وكما ذكرت بأن سياسة الإقصاء التي تمرسها خاصة الجماعات الدينية في كل من مصر وتونس أعقد الثورة وأعقد تحقيق أمالها ما يعبر عنه الزميل التونسي بأن الفرح ليس موجود على وجوه التونسيين كذلك ذات الصورة تتكرر في مصر في مصر اليوم يتوجسون من الاحتفالات في يوم 25 يناير وكل فئة تحضر نفسها كما حدث في تونس لتحتفل على طريقتها بس المعارضة تحتفل على طريقتها بطريقة الاحتجاج بأن لا شيء يتحقق الاقتصاد في مصر كما تونس في التدهور أيضا ورجوع إلى الوراء الحياة السياسية ذات الشيء الحياة الإعلام هناك تضيحة للألم أيضا سبب أستاذ حسن هل هو ربما نستطيع الحديث عن وصول الإسلاميين للحكم سبب الآخر هو أن هذه الشعوب قمت بثورات وليس لديها بديل يعني لم تضع استراتيجيات لماذا بعد الثورة يعني أنا أعتقد بأن الإسلاميين عندما لأنهم يملكون القدرات التنظيمية والمالية الأكثر هم الذين استلموا السلطات رغم أن كل مكونات الشعب سواء في تونس أم في مصر هي التي شاركت في هذه السورات ولكنهم أعتقد ليس لديهم مشروع للسلطة بموى أنه ليس لديهم مشروع للسلطة يستوعب الآخر ويتقبل إعلام الآخر ويتقبل نقض الآخر ويتقبل أنه ممكن أنه وجود معارضة في الشارع أيضا هذا لم نراه يلقى قبولا لا في مصر ولا في تونس على كل حال يعني المغرب العربي بكامله يعاني من هذه ظاهرة أو ليس يعاني الإسلاميين في الحكم لكن هناك معانات حقيقية اليوم وتتجسد في مالي حيث أن هناك سيطرة للقاعدة وفرنسا تتدخل هذه السيطرة إذن سنتحدث عنها في هذا التقرير أو في هذا المقال تحت عنوان فرنسا لن تقاتل وحدها في مالي هكذا كتب مكسيم يوس في صحيفة كوميرسانت لنتابع في هذا التقرير نعود بعدها إلى الحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع كوميرسانت مكسيم يوس فرنسا لن تقاتل وحدها في مالي العملية العسكرية الفرنسية في مالي بدأت بنجاح في مرحلتها الأولى لكن المرحلة الثانية منها ستطول إذا ما أرادت فرنسا تصفية الوجود المتطر في شمال البلاد ووفقا للقبراء فإن الإسلاميين المرتبطين بالقاعدة لن يتراجع نفوذهم ما لم تتم تصفيتهم بشكل كامل الأمر الذي لا تستطيع باريس القيام به وحدها باريس أعلنت حاجتها لمساعدة النيتو والولايات المتحدة للإطاحة بالإسلاميين وتشكيل قوة حظ سلام دولية وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعترف أن قوات بلاده لن تستمر في الحرب وحدها ولابد أن تأخذ المبادرة مجموعة غرب أفريقيا والسيناريو الأكثر وقعية يكمن في أن ينفذ الجيش الفرنسي ضرباته الجوية ومن ثم تشارك قوات خاصة منه في القتال إلى جانب قوات أفريقية من البلدان المجاورة لمالي سيد حسن الهجوم أو المشاركة الفرنسية تدخل الفرنسي في مالي هناك ثلاث محاور أولها أسباب التدخل الفرنسي بشكل خاص في مالي ثانيها عدم التدخل الأمريكي وهل سيكون هناك تدخل أمريكي في نقطة ثالثة تدخل الناتو وفي نقطة رابعة تدخل قوات أفريقية سأبدأ بالأسباب الأساسية وراء تدخل الفرنسي في مالي عسكري يعني أولا معروف تاريخيا بأن لفرنسا كان وجود استعماري في أفريقيا فهناك الكثير من الدول الأفريقية تتكلم الفرنسية بسبب الوجود الاستعماري الفرنسي القديم وما زال لغاية الآن هناك وجود عسكري فرنسي في أكثر من دولة أفريقية لأسباب أقتصادية فرنسية فهناك أفريقيا مذالة القارة الخام التي تدحوي الخيرات في أرضها من كافة الأنواع ولذلك فرنسا تستثمر بأفريقيا سياسيا واقتصاديا وفي ذات الوقت حاليا تدخلها في مالي هو من أجل حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في أفريقيا ففرنسا منذ عشرات السنين تتواجد كحركة استعمارية في فرنسا وحاليا في مالي نرى أحد وجوه هذا الاستعمار القبيح يطل برأسه وإن يكون هذا بغض النظر عن حكم إسلاميين متطرفين وغير إسلاميين فالتدخل الفرنسي ليس هو مشيئة شعب مالي ولا شعب أفريقيا هو قرار من أجل حماية مصالح فرنسا الاقتصادية في أفريقيا الكثير من المحللين يقولون بأن فرنسا تدفع ثمن أخطائها التي في ليبيا من خلال مشاركتها في هذا التدخل العسكري في مالي كيف تفصل ذلك؟ يعني أولا بالنسبة لتدخلها في فرنسا فالتدخل فرنسا في ليبيا يختلف كليا عن تدخل في مالي تدخل في ليبيا جاء عبر التغطية الجوية والدعم الجوي الذي حسم الأمر في ليبيا أما في مالي هناك قوات فرنسية على الأرض وإضافة إلى استخدام الطيران هذا مجهة ومجهة أخرى وضع الليبي يختلف عن الوضع في مالي ففي ليبيا نظام انتهى ليس له أتباع يمكن أن تشكل منظمات تقاتل هذا إضافة إلى عدم وجود فرنسا على الأرض في ليبيا أما في مالي هناك منظمات تدعو إلى تغيير وهي متعددة وهي إسلامية متطرفة وقوية على الأرض ولديها قواتها ولديها تجهزاتها ولديها ناسها أيضا فالدخول الفرنسي في مالي لا يمكن أن يقارن بليبيا لأنه من الممكن أن يكون يكون مستنقع تغرق به فرنسا ولذلك هي حزيرة تريد أدخال آخرين معها في هذا الإطار لأنها تخشى أن تتكرر صورة أفغانستان مع روسيا ومع الأطلسي من هنا البعض يقول أن فترة التدخل العسكري في الفرنسي في مالي قد تطول وذلك لعدة عوامل هو أن مالي أو شمال مالي ربما يحوي أو يستقطب الكثير من الإسلاميين المتطرفين أو من حركات القاعدة وأيضا ربما حركة أو القاعدة في ليبيا استقطبتها شمال مالي واستقطبها شمال مالي أيضا هناك تخوف من تدخل حركات إسلامية مجاورة كالحركة الإسلامية بوكو حرام في نيجيريا المتطرفة طيب هل دخلت فعلا فرنسا في أفغانستان ثانية؟ أنا أعتقد هي تقترب من هذا الإطار خاصة وأنه بات معروفا بأن المنظمات الإسلامية المتطرفة تستغل الوقت يعني لا يمكن أن تدخل في حدث بصورة سريعة لا باكو حرام وغير باكو حرام ما حدث مثلا في سوريا حاليا نجد بعد مرور سنتين ما يقارب سنتين من الإحداث السورية هناك وجود بارز للتيار الإسلامي المتطرف والنصرة وغيرها وهذا لم يكن موجودا منذ سنة أو أقل فيما لو طالت المدة في مالي أنا أعتقد ستتكاثر كل قوة التطرف الإسلامي وتذهب إلى مالي لتساند هناك أخوانها لمحاربة ما يعتبرونه كفرا وهو القوات الفرنسية لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعدت عن تدخل عسكريا في مالي وهي البعض يقول أنها ستقدم مساعدتها لوجستيا واستخباراتيا فقط أيضا هل هناك تقاصم لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها في مناطق الشرق الأوسط ومناطق النفوذ الأوروبية والفرنسية بشكل محدد في مناطق المغرب العربي أعتقد أن إدارة الرئيس باراكو أوباما حظية جدا من التدخلات العسكرية خاصة بعدما وجدت بأن وجودها في أفغانستان غير مجدي وغير نافع وهي تستخدم أقصى طاقاتها من القصف والتدمير والقتل بحق الشعب الأفغاني وحتى بحق الكثير من المناطق الباكستانية فصورة أفغانستان أمامها صورة تدخلها السابق الإدارة الأمريكية السابقة في الصومال وما جرى لهم كمان ما زالت حاضرة صورة تدخلهم في العراق وما عنوه من المقاومة أيضا ما زالت حاضرة وذلك هي حذرة الإدارة الحالية الأمريكية حذرة جدا من التدخل المباشر في مالي ولذلك أعلنت بأنها ستتقدم شيء من الدعم اللوجستي لدعم القوات الفرنسية لأنها تريد دائما أن يكون لها خيط في هذه المنطقة الغنية باليورانيوم وغيرها هذه المنطقة يتحدث عنها أحد الخبراء الأمريكيين ويقول بأنها هي التي عاشت هذا الربيع العربي هذا الربيع العربي سيقود إلى صيف ساخن أيضا في صحيفة الأخبار اللبنانية هناك حديث عن شهود شهود في قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحرير رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحرير ومن الحياة السعودية يتحدث العاهل الأردنية عن ملاكية جديدة لنتابع في هذا التقرير في الأخبار اللبنانية تنشر الصحيفة نبذان عن عينة من لائحة الشهود التي يخفي مكتب الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحرير العدد الحقيقي للمدرجين عليها والحديث الرسمي يدور حول نحو 585 شاهد سيسلم الادعاء وإفادات نحو 20% منهم لكن مصادر موثوقة أكدت أن العدد الحقيقي يفوق العدد المعلن ببضع مئات في فورين بوليسي الأمريكية توقعات الخبير الأمريكي أيان بريمر للعام 2013 قاتمة الربيع العربي يفضي إلى صيف ساخن المنطقة تغرق في نزاعات متشابكة وتشتد حدة التنافس بين السعودية وإيران وتركيا والمنطقة لن تشهد تقدماً اقتصادياً يترافق ذلك مع صعود المزيد من المجموعات المسلحة في الحياة السعودية أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاء داخلي جمعه بعدد من الشخصيات السياسية البارزة أول من أمس سعيه إلى بناء ملكية جديدة تعبر عن التغييرات التي يجب أن تطرأ على نظام الحكم في الأردن على ما أفاد بعض الحضور للصحيفة في قضية اغتيال الرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لبناني السابق رفيق الحريري أن أصبحت هذه القضية وما هي الالتباسات والجدل الذي يدور حول الشهود فيها يعني أولاً قضية الادعاء الدولي في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمكن أن نضع ملاحظتين في هذا الإطار الملاحظة الأولى بأن لجنة التحقيق الدولية التي شكلت في البداية نعم اشتغلت بمهنية وحرفية عالية جداً واستخدمت الكثير من القضايا الحديثة والتكنولوجيا والأبحاث العلمية نعم والأسليم التي لم يعرفها القضاء في بلادنا فهذه من جهة ومن جهة الأخرى تكتمت الادعاء العام تكتم عن قضايا الشهود بأسمائهم ووضاعهم وحتى إلى إلى أي مدى يمكن أن تأخذ هذه القضية هل يوجد من المعروف بأن هناك أربعة أشخاص توجهت إليهم الاتهام هل يوجد غيرهم لا أحد يدري هل يوجد متهمين خارج إطار لبنان لا أحد يدري لذلك لا يمكن التنبؤ بما سيخرج عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وخاصة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلا بعد بدء المحاكمة وهي اقتربت في أزار في صحيفة فورين بوليس الأمريكية تقول المنطقة تغرق في نزاعات المتشابكة وتشتد حدة التنافس بين السعودية وإيران وتركيا كيف تتعلق لا شك تبدو صورة واضحة بأن هناك محورين في المنطقة محور تقوده إيران ومحور نوعا ما يتكون من السعودية وتركيا ومن معهما وأعتقد ما يجري في سوريا هو داخل في هذا تنافس بين هذين المحورين ما يجري في مصر يمكن أن نقول أنه يقترب أيضا من هذه القضايا ما يحدث في البحرين هو جزء من إذا أنت تتفق مع الكاتب بأن ربيع العربي سيقود إلى صيف ساخن لا شك نحن نعيش منذ أكثر من سنتين هذا الصيف الساخن صيفا شتاء وليس الصيف فقط هذا إذا لم تبرز ثورات جديدة للعربية العربية في أفطار أخرى العهل الأردني يقول ولكن باختصار شديد العهل الأردني عبدالله الثاني يقول أو يسعى إلى بناء ملكية جديدة هل المملكة العربية السعودية بحاجة إلى تغيرات أو تغييرات جذرية في هيكليتها لا هو يقصد في الأردن نفسه لأنه الحركة السياسية أصوى الأردني في الأردن هو يقصد المملكة الأردنية الهاشمية لأنه يجد بأن المعارضة بدأت في الشارع تحقق تقدم واسع هي مسيطرة على الشارع هي تطالب بإصلاحات أكثر مما أعلنها الملك عبدالله الثاني ولذلك هو يخشى من ربيع عربي ولأنه يخشى من ربيع عربي لذلك يعيد الناس في ملكية جديدة بوعود ربيعية وزاهرة ولكن لغاية الآن أعتقد الشعب الأردني لم يحصل على شيء نعم على كل حال الأيام ستثبت ذلك أو ستجرب عن هذه الأسئلة أستاذ حسن شرحة الصحافي والكاتب السياسي اللبناني نشكرك على حضورك معنا في استوديو الميادين أيضا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر أشكر فريق إعداد وتنفيذ هذا البرنامج نلقاكم غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة